السلام عليكم و الله يسعد أوقاتكم خلال هذا الأسبوع وصلني نفس الطلب مرتين أو ثلاثة واللي هو كيف ممكن أني تضيف تعم الكيبورد العربي في حال كنت عمالي أستخدم ويندوه مانجر أو مدير نوافذ لأنه بهذه الحالة أنا ما في عندي أبليكيشن للإعدادات اللي عن طريقه ممكن أني غير الكيبورد للعربي أو لأي لغة تانية طبعا أنا من أول ما إجاني الطلب أول مرة نويت أني أحكي عن هذا الموضوع بس كنت تارك القصة للفيديو اللي رح ينزل بأول شهر جاي بأول شباط فبراير مع تنزيلة أرش بس باعتبار أنه الموضوع فعلا هو موضوع مهم والفيديو الجاي رح يكون طويل فقلت لأ خلينا يحكي عن هذا الموضوع اليوم القصة ببساطة هلأ إذا أنت بس بدك تعرف شو هي الخطوة اللي رح نساويها هي تعليمة واحدة رح تكون موجودة بسندوق الوصف أما إذا بدك تفهم الشرح بالكامل فخلينا نشوف الفيديو من أول و لآخر طبعا نحن لحتى نضيف دعم اللغة العربية خليني أوضح نقطة أنه الكيبورد هو مستقل عن التوزيع اللي بنشتغل عليها أو عن الويندو مانيجر سواء أنت كنت على آي ثري سواء كنت على أكس موناد على كيو تايل على أوبن بوكس على آسم سواء كنت على آرش ديبيان فهذا الكلام بينطبئ بكافة الحالات لأنه هو مرتبط بالأكس سيرفر وما له علاقة بالويندو مانيجر أو التوزيع نحن لحتى نضيف دعم الكيبورد لازم يكون في عندي بعض المتطلبات الأول شغلة لازم أن يكون انفعل اللوكال اللوكال العربي بالسيستم هلأ رح نشوفها الشغلة الثانية لازم أن يكون في عندي خط عربي نازل على السيستم والشغلة الثالثة اللي هي الخطوة الفعلية لإني غير الكيبورد هي أني عدل ملف الأكس أورج إما بشكل يدوي أو عن طريق التعليمة اللي رح تكون موجودة بسندوق الوصف طبعا التعليمة هي رح تساوي لي نفس الملف اللي ممكن أني أعمله بشكل يدوي بس طبعا التعليمة أسهل وإذا كتبتها صح فأنت أكيد ما رح يكون في عندك أي أخطاء بالملف نفسهم طيب هلأ بالنسبة لإضافة دعم اللغة العربية هذا الشي حكيته بالفيديوهين اللي عملتهم عن الأورج بس رح نرجع نعيدها مرة تانية فأنا بيجي للملف التالي بكتب التعليم التالي سواء أنت كنت على فيم على أن تشغل مع مع فيم مع نانو مع إن فيم فأنت بتروح ل برنامج تحرير نصوص أنا بيستخدم الان فيم ومنحرر الملف التالي اللي هو موجود ضمن مثل الـ etc اللي اسمه locale dot gen تفوت على هذا الملف وبدور على اللغة العربية اللي بدياها بنزل لتحت فهي كلها اللغات العربية مثلاً لنقول أنا بحالتي ضايف تعم اللغة العربية الخاصة بسوريا وطبعاً لازم يكون utf 8 هلا إذا بدك السعودية بدك مصر بدك المغرب فرح تلاقيها موجودة رح تلاقي البلد اللي بدك بالنسبة لمصر هي eg بالنسبة لمغرب أعتقد هي mo ومن هالأمور طيب نحن أول شي شلنا إشارة الهاش من على من بداية السطر بعدين بتحفظ الملف وبتطلع منه طبعاً هاي التعليمة أنا هلأ كتبتها بدون سودو بس هي بدها بدها صلاحيات root فأنت بتعملها مع root طبعاً إذا منزل arch وشفت الفيديو هين اللي أنا عملتهم فأكيد يعني بالخطوة الأولى عملناها إذا كنت عاملها خلال مرحلة التنسيل فما في داعي إنك تعمل هذول الخطوات اللي هلأ عملنا نشوفهم التعليم التالي بعد ما فعلنا اللغة اللي هي إنه نعمل generation اللغة اللغة فمنقل كمعاً sudo local dash gen وبتعطيه enter رح يقوم ويولد اللغات سواء انت كنت محدد لغة واحدة أو أكتر من اللغة بالعادة نحن منفعل الإنكليزي والعربي فرح يعمل لعملية generation لللوكال الإنكليزي والعربي بعد ما خلصنا من هدول الخطوطين فلازم مثل ما حكيت يكون فيه عندي خط للغة العربية فأنا بالاعتماد على التوزيع اللي أنت بتستخدمها بتستخدم package manager الخاص فيك لحتى تنزل الخط اللي بي ناسبك أنا بنصح أغلب الناس إنها تستعمل خط noto فهون بنقول له مثلا sudo pacman s noto بنزل خطوط noto إذا كنت على debian على ubuntu بتستخدم apt أو على fedora بتستخدم dnf يعني المهم خط نوتو هو خط جميل ومجاني ومفتوح المصدر فأنا يعني بلاقي مناسب طبعا إذا كنت بدك تعرف كيف نغير الخط على مستوى النظام وبشكل دائم أكيد أنا عملت فيديو ببداية القناة رح أترك الفيديو برابط كيف نغير الخط بشكل دائم الآن نأتي للمرحلة الثالثة والأخيرة التي هي كيف نغير الكيبورد دعونا نفهم ما هي الهيكلية أو البنية للملف الذي سأكتبه نحن في وقت الذي نضيف كيبورد فالكيبورد يوجد أربع أشياء أساسية بعضها مطلوب وبعضها اختياري أنا لازم أعرش ما هو اللغة التي أريد أن يضيفها طبعا لازم أعرش ما هو الموديل للكيبورد الذي أريد أن يضيفه مثلا إذا قلنا الكيبورد العربي والإنجليزي الذي نعرف الذي يوجد عندي في السطر الأول من الكيبورد الذي يوجد الأحرف التي تحت الأرقام إذا بدأت من الشمال من جنب التاب يوجد الـ QWERTY وهي QWERTY فهذا هو اسمه الفاريانت فأنا لازم كمان أني أعرف الفاريانت أما الموديل الذي يوجد عدد الزرار الموجودة على الكيبورد يوجد PC 104 PC 105 PC 101 يوجد Mac يوجد الكثير أنواع من الموديل الثالثة لدي Layout الموديل Variant الرابعة هي الزرار اللي بدي استخدمها لبدل بين Layout و Layout ثانية طيب أنا كيف بحصل على كل واحدة من هاي التعليمات من هاي الأمور من استخدم تعليم local ctl بعد يقل list x11 رح يعطيني كيمة أنا عمالي استخدم التاب لحتي يكملي التعليم فأنا بعد الداش اللي موجودة شو بدي مثلا لنقول بدي Layout اللي هي الكيبورد اللي بدي ضيفها أنا رح أعطي رح أعمله pipe و list لحتى لأنه رح يعطيني عدد كبير من Layout فوقت البطار أنت رح شوف انه هاي كل Layout اللي بدي اياها اللي موجودة بالنظام أنا اللي بهمني منها اللي هو Ara اللي هي Arabic وفي عندي تحت منيجي مثلا في عندي US موجودة تحت 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 في عندي US اللي هي الكيبورد الأمريكي طبعا إذا بدك تضيف الكيبورد الفرنسي موجود بدك تضيف الكيبورد الإسباني مثل ما أنا بعمل بالعادة الكيبورد الإسباني اللي أنا بستخدم LATAM اللي هي Latin America فهل أول شي عرفنا شو هي Layout اللي بدي ها منيجي للي بعدها اللي هي Model Model فبستبدل Layout بال Model كمان نفس القصة وهي كمان شايف انه في عندي كتير كتير Model أنا اللي بهمني وبيهم أغلب الناس اللي شغالي على لابتوب أو على desktop فأغلب نا في عنا كيبورد يعني المتعرف عليه اللي هو PC فأنا كمان بنزل هون لتحت رح شوف انه في عندي PC موجود تحت فأنا في عندي PC 101 PC 102 104 105 هلأ اللي أكتر شي بفيد ني أو اللي بالنسبة لي شخصيا بيشتغل بشكل دائم اللي هو PC 104 و PC 105 طيب هلأ عرفنا شو هي Model اللي بعده نأتي لموضوع مثل ما حكينا Variant موضوع فكمان بستبدال Model بالvariant هلأ هون انسينا وقت اللي بعطي الفاريان لازم أعطي Layout اللي بدي استخدمها فلنقول Arabic ARA فبعطي Variant ARA رح شوف انه في عندي Azerti هذا مفيد إذا انت في عندك Keyboard فرنسي الكيبورد الفرنسي هو يعمل بدل QWERTY يعمل مع Azerti فنحن لنقول لدينا كيبورد عادي الصف الأول من الأحرف اللي هو QWERTY فنحن بدنا Variant QWERTY والخيار الأخير اللي هي Options لحتى نشوف كيف يبدل بين Layouts اللي موجودة عندي فنستبدال Variant بال Options الآن نحن لا تعودين أو انت هذا الكلام تغيره بالشكل الذي يناسبك فقط إذا نتذكر بال Windows فأنا أضغط على Alt Shift لحتى تغير بين Layout و Layout الثانية فهلا هون يعطيني كل الخيارات التي ممكن استخدمها إذا لا أريد Alt Shift فعندي كل هذه الخيارات ممكن أني استخدمها فأنا إذا جئت لقسم Alt Shift فأنا أأتي للموجود للمكتوب Grab فأنا اللي بدي أستخدمه اللي هو Grab Alt Shift Toggle فهي هي المتطلبات اللي بدي إياها هل بعد معرفة كل هاي الأمور كيف بعمل Generation للملف اللي حكيت عنه باستخدم Sudo لأنه كمان بدها Sudo وبقل Local CTL وبقل Set X11 Keymap هلا بدي حط هون بالترتيب التالي بدي حط أول شي Layout فأنا رح نقول بدي العربي أو لا خلينا نقول بدي LUS والعربي بدي الكيبورد الأمريكي بالأول بعدين الكيبورد العربي بعدين بدنا نحط الموديل مثل ما حكيت رح نقول LPC 104 بعدين Variant رح نحط QWERTY وبعدين بالنسبة للoption رح نحط اللي حكينا عنها اللي هي GRIB ALT SHIFT Toggle نعطي Enter هلا أولد لملف وموجود هذا الملف هذا الملف رح يكون موجود ضمن LETC X X11 XORG .conf إذا شفت محتويات هذا الملف رح شوف أنه في عندي ملف 00keyboard إذا فتحت هذا الملف رح شوف أنه سوف تضلي Layout مثل ما حكيت اللي هي الإنجليزي والعربي سوف تضلي الموديل 104 سوف تضلي Variant اللي هي QWERTY سوف تضلي Option التبديل بين اللغات بين اللي اللي هي ALT SHIFT هلا اللي يضل علي أنه أعمل إعادة تشغيل قبل أعمل إعادة تشغيل لحتى يكون الموضوع متكامل أنت كمان في حال كنت على ويندو مانيجر و بدك تغير لغة النظام بالكامل من الإنجليزي للعربي فكمان بنرجع من عدل ملف هلا إذا بدك تغير لغة النظام بالكامل من عدل الملف اللي هو sudo engine etc local .conf هلا هون بتغير اللغة مثلا من الإنجليزي للعربي للإسباني بتستخدم اللغة اللي أنت بدك هي هلا بعد ما خلصنا كل هاي الخطوات بنعمل إعادة تشغيل للنظام هلا بعد ما عملنا إعادة تشغيل للنظام هلا أنا هون فتحت الكروميوم لحتى نشوف أنه فعلا صار في عندي الكيبورد الإنجليزي والعربي هلا مثل ما اللي شايف أنا هون بس بأتبر أني موجود على awesome فأنا في عندي indication للغة اللي مستخدمة بالنظام أنت إذا كنت على أي تايلينج ويندو مانجر تاني فاحتمال ما يكون في عندك الكيبورد الإنجليزي الويدجيت بس هلا مثلا نحن موجودين على الكيبورد الإنجليزي لنشوف مثلا وعماله يكتب بالإنجليزي هلا إذا بدي أغير للعربي نحن حطينا option اللي هو ALT SHIFT فاعمة ما اللي شايف كمان أنه نضاف دعم اللغة العربية هاي الخطوة بكل بساطة هذا كان كل شي بالنسبة لفيديو اليوم إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه لا تنسوا ضغط زر الإعجاب بالنسبة لغير المشتركين لا تنسوا الاشتراك بالقناة ويا ريت مشاركة المحتوى مع أصدقائكم وصحابكم لحتى تعمل فائدة للجميع بلتقي فيكم بالفيديو الجاية أو بيه مانيلا